بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وتم تسليم على سيدنا محمد الصادق اللوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين يسألونك هذه الآية في القرآن الكريم الله عز وجل يقول على لسان نبيه يا محمد يسألونك أو يسألونك يا محمد السؤال مفتاح المعرفة سؤال اليوم أب يقول ابني يسرقني يا لطيف هل هذا موجود؟ موجود ما سببه؟ السبب الأول أولادنا أمرنا بأن نحسن إليهم وأن نربيهم وأن نؤدبهم وأن نعلمهم مكارم الأخلاق وأمرنا أن نحسن إليهم مادة ومعنى إحسانك إلى ولدك هو عبادة درهم تنفقه على أهلك هو درهم من أعظم الدراهم قربة إلى الله عز وجل لذلك كل أب يجب أن يكفي ولده كل على طاقته حتى ما الولد يمد عينه إلى متاع غيره من أصدقائه من هنا تبدأ السرقة الآن الحاجيات صارت كثيرة والله عين الآباء والأمهات بده الإنسان ينفق وإن شاء الله تؤجرون وبده يراقب سلوك الأولاد قلت قصة وأعيدها لكن فيها مغزى أن إنسان حكم عليه بالإعدام هذه قصة حقيقية قبل ما ينفزوا الحكم قالوا له شو بتحب من الدنيا قال لهم بدي أنا شوف أمي شيء طبيعي جابوا له أمه لما وقفت أمه أمامه قال يا أمه قبل أن أموت أريد أن أقبل لسانك إذا إن شاء الله شو عم يصير معه هذا مدت لسانها فقضم لسانها بأسنانه يعني قطع لماذا فعل ذلك قالوا من ثلاثين سنة سرقت بيضة من عند الجيران فأتيت بها إلى البيت فأثنت علي أمي أثنت يعني قالت له لك ليش ما سويتهم بيطين واحدة ما بتكفي وهكذا بدأ مشروع الحرام السرقة بتعلم إيش أنه تجلس مع السارقين والسارقين يشربون ويخمرون ثم يقتلون ويحترفون في القتل تبه بدك تراقب سلوك ولدك بدك تشبعوا ما يروع على المدرسة يشتهي التفاح ويشتهي الأكلة الفلانية ويشتهي اللبسة الله عز وجل يغنينا من فضله ننعلم أولادنا العفاف وننفق عليهم هل في أشياء أخرى تجعل الإنسان يسرق هو أن يجد ما يسرقه هل في آباء الله يصلحهم الله يغنينا من فضله بيجيب مصاري من المحل من تجارته من هي بيقوم هو يفكر حاله قاعد بالبيت وكل هون صديقين وكل هون أولياء يجي مثلا خمسين ألف مئة ألف بيجي الولاد هذا الولاد لسه ما كمل عقله درهم مال قديش بده بده قنطار عقل شوف الخمسين ألف أو المئة ألف في ناس مليون جيب رزمي مليون قول هذا هذا بيش به بيش بفكر بيقول هاي الألف إذا سحبت أنا كم كيس شبس بتجيب وإذا كان أكبر من هيك إذا سحبت عشر تالاف كم كاسة بوزة بتجيب كل واحد بفكر تفكير فربما تسول له نفسه هل الحرامي إذا كان بالبيت بيكون حرامي مقتصد يعني بيقول لك أخي هذا تعباب فيهم أبي مو معقول أنه شو بسلحة بسلحة بي ياخد دوما تحس يا لطيف بعدين هذا كان خرجيته وثلاثمائة ليرة أربعمائة ليرة سحب له ثلاثة آلاف ليرة دفعة وحدة لذلك بدك تتابع سلوكه هذا سلوك أنا أظن أنه سلوك مؤقت يعني نفسه سولت له لذلك إذا كان يعني اكتشفت هذا المرض إياك أن تطلق عليه العيارات الثقيلة يعني لا تقوله لك يا حرامي يا لص يا محتال لا 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 ما يعني إذا قلت له حرامي يعني أنت يعني أطلقت عليه هذا اللفظ خلص بيلك أنا حرامي وحرامي شو بدي خلص بدي أسرق لبابا ما بصير هيك هذا الانت اللي أخدتم بغير إذن هذا الانت يعني هذا أمر غير مقبول وأمر يعني لا ينبغي أن يكون أخوانا الكرام حتى بدي في شغلة يعني بأعمالكم أنا دائما منصحكم يعني موظف عندك إنسان يعني يخدمك في الصباح والمساء بتجي بتعطيه مليون ليرة أو مليونين ليرة أو خمس مليون ليرة بتروح فيهم على البنك هذا عقله معدي يحميل هذا إذا الشيء متكرر هل هدول بيكونوا أعمال شركة وكذا هو شو يفكر أنه هذا عنده مليون بيقول لك إذا أخذنا لنا شي خمسين ألف وبهذا الزمان ما في أسهل إذا كنا تبتثق بإنسان أنه يمرر لك يعني مشروع بخمسين ألف ومئة ألف من غيري من غيري أن تعرف طيب هلأ إذا اكتشفت أن الأمر متكرر وقد يكون هذا الأمر لا سمح الله متكرر مع الزوجة أو الأولاد هذا يحتاج إلى استشاري تربوي من أجل أن تعرف كيف تحول هذه المشكلة هي مشكلة لأنه يسرق ألف يسرق ألفين يسرق مئة يسرق مليون وبكرة بدأت تسرق البنة تزوجها وهذا اللي يصير في المجتمع نسأل الله السلامة لذلك ابني يسرقوني ما هو الدواء؟ أول وحدك فيه كثيرا لأولادنا وكون شغلة يعني يقولوننا أول ما ينزل الجانريك الجانريك يكون حقه مدري قدي شريف وشغلة ما تتاكل بمشتهي قال له أجب لك وقية شهوة صايرين مثل إيش مثل المرأة الحاملة اللي عم تتوحم ليش؟ حتى ما يروح يمد إيده لعند الإنسان اللي عم يبيع شهو داك تساوي هذا هيك تفكيره وعلى ذلك فقس وعلى ذلك فقس النبي عليه الصلاة والسلام رأى الحسن سبطه مد يده على تمر فقال له صلى الله عليه وسلم باللغة اللي بيفهمة إيش طفل إنها من تمر الصدقة وهذه لا تحل لآل محمد قال الله عليه وسلم علمه ما يبسير هاي مؤلنا نحن أيام من علم أولادنا شيء يعني شبيه بالسرقة من حيث لا ندري الأب قاعد فايت عسو غير رمضان مرحبا يا أب محمد بقديش هذا المشموش هاي سرقه مين اللي أقول نحن بيجي بيضيفنا الزلمة بيكونوا بيعرفنا في بيننا وبيننا مودة ومحبة بعدين بيقول له سامحنا وآخر شيء بطلع مش مشي بيقول له أخي الله يوفقك هاي يعني اللي أكلته سامحنا وعلم أولادنا نحن عم ندرس أطيب مطعمك تستجاب دعوتك هاي مو قلنا حتى الأم تعلم أولادها ما بحسن أخذ من جزدان الوالد حتى استشيره وانت حف دائما في البيت يعني شيء هدول الورقات المقبولة يعني الميتين وثلاثمية والخمسمية قلن هدول اسمهم طوارئ شعرمون رايح وجاي يدق عليك واسحاب من الجزدان وينتبو هل هل هي نداء لمين للشباب والزوجات هل يصير الإنسان يمد إيده على شغلة خاصة بالوالد أو الوالدة من غير إذن يعني نحن ما حنسميها سرقة هاي موصوفة مثل ما بتكون بالقانون هاي بداية هاي أبي يعرف مين لك يعرف مين لك يعرف مسكين عم يقبض راتبه أربعين وخمسين الفيرة بروح بأول الشهر لك ثلاثة أربعة أيام بخلوص تعرفي إيش في مين عم يراخبه وفي مين عم يسلحب لذلك ابني يسرقني إياك واحذر وحذاري أن تجعل المال منثورا في البيت هكذا بقول لك أخي أنا هدول سقة مين لك سقة مين لك سقة لكن النبي عليه الصلاة والسلام ربما راح سيدنا معاذ بن جبل على اليمن قال له أوصني يا رسول الله قال له أخاك البكرية ولا تأمنه أخوك من أمك وأبوك لا تأمنه لذلك الإنسان بدأ يكون يعني حقيقة دقيق جدا في التعامل مع أولاده بكرها كبير وصار رجل وهي تعطيه الآلاف المؤلفة تنزل أنت وياها على البنك تعمله توكيل بالحساب صار عرف أما هلا نحن ما لنا خايفين بس من المال اللي عم يروح خايفين ما هي النفقات التي ينفقها في المال بل كي عم يتعامل مع تاجر حشيشات بل كي عم يروح هو وثل من الناس يذهبون في ما لا يرضي الله عز وجل وهو كما قلت لكم إذا كان في طور المراهقة الجسم كبير بس العقل لسه الرامات تبعه إيش يعني إمتى هلأ ولما بلغ أشده واستوى نحن الأولاد تبعنا استوى لما استوى ما استوى تحط الطبخة سعب لك ما استوى شو بدا بدأ طنجرة ضغط بدأ الضغط في التربية والموعظة والمعرفة الله يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن ربنا تقبل منا بسر الفاتحة